بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فموعدنا الليلة مع أدب من الآداب الجليلة التي رسختها سورة الحجرات ففيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وتقرير دعائم المجتمع الفاضل ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن هذه الآية حذرت من داء انتشر في المجتمع كالنار في الهشيم والغرض منه الفضيحة وكشف الأسرار وإظهار العيوب والأخطاء إما بدافع الفضول وحب الاستطلاع أو الحسد وإرادة الانتقام والتشفي أو إسقاط الناس أو ابتزازهم وإحراجهم أو غير ذلك من حطام الدنيا الزائل إنه التجسس وتتبع العوارات والهفوات وتعقب السقطات وتركب العثرات والتنقيب عن الأخطاء والبحث عن الزلات ورصدها وتسجيلها وتصويرها وتوثيقها تجد أحدهم يمسك هاتفه أو ما أشبه في شارع أو طريق أو زاوية أو نحو ذلك يصور هذا ويسجل حديث ذاك ويلتقط ورقة ويحتفظ بها ويبث صورة وينشر مقطعا ويغرد بخبر ويلمز فيه وقد يشجعه على ذلك أنه مستخف وراء أسم مستعار أو تحت ظل مجموعة تأزه على الشر أزة وتزين له الباطل ولكن هيهات ألم يعلم بأن الله يرى ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ومتى اتصف الإنسان بهذا الخلق اللئيم لن يتركه الناس على حاله بل سيجد من ينشغلون به ممن هم على شاكلته وسيخرجون من عيوبه ما لم يكن له على بال والجزاء من جنس العمل وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وكان بعض السلف يقول أدركنا أقواما لم يذكروا عيوب الناس فلم يذكر الناس عيوبهم وأدركنا أقواما ذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم أحبتي إن بالتجسس تنهار القدوات وتصغر في الأعين القامات ويفقد الناس الثقة في بعض علمائهم ومصلحيهم فإذا رأى المتجسس أسوة أو قدوة في الخير والصلاح وهو بشر يعتريه ما يعتري البشر من الزلل والنسيان والغفلة والخطأ فإذا رآه من يتجسس على الناس إذا رآه على خطأ وأذاع أمره ونشر خبره سقط من أعين الناس وتلاشت بين الناس مكانته فحرموا من نصحه وتوجيهه وإصلاحه وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم ما أسوأ عاقبة من يتجسس على الناس وما أثقل صحيفة سيئاته يوم القيامة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يفرح وتسر نفسه بظهور عورات الناس بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أحبتي إن المجتمع الذي يريده من الإسلام مجتمع يقوم على الود والترابط والستر والتعاون وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته